بلغنا يا أسفنش إنك دعوت إلى الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا فقد عبرنا إليك وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة بيننا وبينك وسترى عاقبة دعائك الناصر لدين الله يوسف ابن تشفين أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة التاريخ الجامع معاكم محمد محمود النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نزول يوسف ابن تشفين إلى أرض الأندلس والحرب النفسية اللي واعت بينه وبين ألفنسو السادس قبل موقعة الزلاقة لكن في البداية لازم نعرف ليه استنجت بي أهل الأندلس والأمور جاتت إزاي زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت إن الأندلس كانت مفككة تماما في عهد ملوك الطواقف وازداد الأمر فيها سوق من النص الثاني من القرن الخامس الهجري لما قام ألفنسو السادس ملك الممالك المسيحية بحملة شرسة على كل بلاد الأندلس تحت شعار حرب الاسترداد عانى فيها أهل الأندلس من القتل والسلب والنهب وانتشر الخراف في كل مكان وزاد التين بلا دعف حكامهم اللي قبلوا بالظل والهوان من ألفنسو السادس علشان بس يحافظ على سلطانهم اللي ما يملكوش منه غير الإسم فقط وتكلمنا عن كل الأمور دي بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت لللي حابب يتفرج عليها ادخل على قناة التاريخ الجامع ومنها على قوائم التشغيل واختار قائمة الدولة الأموية والأندلس بس قبل ما تتفرج اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك إشارات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله المهم إن أهل الأندلس نفت صبرهم على تحمل الظلم وفاض بيهم الكيل فاقترح العلماء والمشايخ إنهم يستعينوا بالمرابطين فرحب الناس بالفكرة وحولوها لمطلب عام وما استنوش ياخدوا موافقة حكامهم بل إنهم بعتوا رسائلهم ليوسف بن تشفين مباشرة يطلبوا منه المساعدة والنجدة وقعدهم يوسف بن تشفين إنه هيساعدهم ويخلصهم من النصارى في أقرب وقت وبدأ يوسف بن تشفين بالفعل يستعد للخروج إلى الأندلس لكنه كان منتظر الفرصة المناسبة وجاءت الفرصة دي لما هدد المعتمد بن عباد الفنسو السادس بالمرابطين أثناء حصاره الإجبلية وانتشر التهديد ده في كل بلاد الأندلس وفرح الناس بيه لإن عطاهم بريق أمل من جديد لكن الأمور كانت مختلفة تماما مع بعض ملوك التواقف اللي حزنوا جدا من تهديد المعتمد ده لدرجة إن في منهم بعثلوا رسائل يحذروا وفي منهم اللي رحله وقابله وكلموا وجهة لوجه وقال له يا ابن عباد الملق عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد يعني لو أنت استعنت بالمرابطين ونزلوا الأندلس اعرف إنك هتكون تابع ليهم وملكك هيديع منك فرد عليهم المعتمد رده اللي خلده التاريخ رعي الجمال خيرا من رعي الخنازير يعني أكون خادم وأسير عند ابن تشفين أرعى جماله أفضل بكتير إن أكون خادم وأسير عند ألفنسو أرعى خنازيره وما كانش كل ملوك التواقف كده لكن كان فيه ملوك مرحبين بالفكرة زي عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة والمتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس واجتمع الملوك الثلاثة ابن عباد وابن بلقين وابن الأفطس وقرروا إنهم يبعثوا ليوسف بن تشفين رسميا فبعتوا وفد مكون من أربع أشخاص وهم أبو بكر بن أدهم قاضي قرطبة وأبو جعفر القلياي قاضي غرناطة وأبو إصحاق بن مقانة قاضي بطليوس ومعاهم أبو بكر بن زيدون وزير المعتمد ونزل الوفد على يوسف بن تشفين في مدينة سبتة وبلغوه رسالة الملوك التلاتة وكل أهل الأندلس وهنا بقى السؤال هو فين ألفونسو السادس من كل اللي بيحصل ده ألفونسو كان بيرائب الموقف وكان عاوز يعرف هل أهل الأندلس وملكهم فضيهم الكيل ومحقين في تهديدهم فعلا والذي زوبعة في نجان والأمور هتهدى بعد كده ويرجع يعمل فيهم زي اللي بيعملوا كل مرة المهم لألفونسو اتأكد من استعانة أهل الأندلس بالمرابطين وكان سامع قبل كده عن قوة المرابطين وبقصهم في الحروب بس المرة دي هيشوف بعنين وهيتحط معاهم لأول مرة في مواجهة مباشرة فبدأ يلعب مع يوسف بن تشفين لعبة الحرب النفسية وحاول يستشف في معدنه إيه بالضبط هل هو زي ملوك الطواقف ولا حاجة تانية فبعت له رسالة في بلاد المغرب وكلموا فيها بسخرية واستهزاء زي ما متعود يكلم ملوك الطواقف وقال له باسمك اللهم فاطر السماوات والأرض وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح أما بعد فإنه لا يخفى لذي زهن صاقب ولذي عقل لازم إنك أمير الملة الحنيفية كما إني أمير الملة النصرانية وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخازل والتواكل وإهمال الرعية وإخلادهم إلى الراحة وأنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الديار وأسب الزراري وأمثل بالرجال ولا عزر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ونحن الآن نقاتل عشر منكم بواحد منا لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا وقد حكي لي عنك إنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال وتماطن نفسك عاما بعد عام تقدم رجلا وتؤخر أخرى فلا أدري أكان الجبن أبطأ بك أم التجذيب بما وعد ربك ثم قيل لي إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلا لعلة لا يسوغ لك التحقم معها وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك على أن تفي بالعهود والمواصيق والاستقصار من الرهان وترسل إلي جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات وأجوز بجملة إليك وأقاتلك في أعز الأماكن لديك فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك وهدية عظيمة مسلت بين يديك وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك واستحقيت إمارة الملتين والحكم على البرين والله تعالى يوفق للسعادة ويسهل الإرادة لا رب غيره ولا خير إلا خيره إن شاء الله تعالى فأخذ يوسف بن تشفين الرسالة وحطها على جنب بعدما فهم الغرض منها إيه واستقبل الوفد اللي جاله من الأندلس واستجاب لدعوتهم وفي سنة 478 هجرية الموافق 1085 ميلادية خرج يوسف بن تشفين بجيوشه إلى الأندلس واتجه إلى إيشبيلية وهناك استقبله المعتمد بن عباد وأهلها استقبال الفاتحين ولما علم ألفنسو السادس بنزول يوسف بن تشفين إلى أرض الأندلس بدأ يجهز جيوشه وأعلن حالة النفير العام في أوروبا كلها وطلب منهم المدد والمعونة وحول الأمر إلى حرب صليبية مع المسلمين فرفع الرهبان والأساقفة صلبانهم في كل الكنائس وبدأوا يجمعوا الناس ويدعوهم للاشتراك في هذه المعركة وفعلا جات له أعداد كبيرة جدا من فرنسا وإيطاليا وغيرهم وفضل إنه يحارب المسلمين خارج أرضه فنزل بجيشه في الزلاقة واللي فيها تقع واحدة من أهم وأقوى المعارك في التاريخ أما يوسف بن تشفين فاتحرك من إجبلية إلى بطليوس مباشرة فما كانش عنده وقت يضيعه هو رايح لهدف معين وهو إنقاذ المسلمين من النصارى والجهاد في سبيل الله وراح معاه المعتمد بن عباد وجيشه وبعد ملوك التواقف ولما نزل في بطليوس بدأ المتطوعين والجنود يجولوا من كرطبة ومن كل بلاد الأندلس وبدأوا يحسوا بإحساس مختلف إحساس ابتقدوا من زمان من أيام عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر والحاجب المنصور إحساس مليان بالعزة والقرامة وبعد ما اكتملت صفوف المسلمين في جيش ابن تشفين اتجه بهم إلى الزلاقة وهناك طلع الرسالة اللي بعتها له ألفنسو في بلاد المغرب وكتب له بقى الرد بتاعها وقال له بلغنا يا أسفنش إنك دعوت إلى الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا فقد عبرنا إليك وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة بيننا وبينك وسترى عاقبة دعائك وختم يوسف ابن تشفين رسالته لألفنسو بثلاث اختيارات إما الإسلام أو الجزية أو الحرب وأسفنش هو اسم ألفنسو عند أهل الأندلس المهمة لما أرى ألفنسو الرسالة غضب جداً وبعت رسالة تانية ليوسف بن تشفين كلها وعيد وتهديد قال له فيها إني اخترت الحرب فما ردك على ذلك؟ فأخذ يوسف ابن تشفين الرسالة وألبها وكتب على ظهرها الجواب ما تراه بعينك لما تسمعه بأذنك والسلام على من اتبع الهدى ولما أرى ألفنسو الرسالة اترعب وخاف جداً وعرف إنه قدام راجل مسهل وإن اللي جاي أسوأ بكتير فبعت رسالة ليوسف ابن تشفين كان مضمنها الظاهري هو تحديد يوم المعركة قال له فيها غداً الجمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم وبعده السبت يوم عيد اليهود وبعده الأحد عيدنا فلنحترم هذه الأعياد ويكون اللقاء يوم الإثنين ولما استلم يوسف ابن تشفين الرسالة حذره المعتمد ابن عباد ونبهه إن الرسالة دي مجرد خدعة وإن الهدف من وراها هو الغدر والخيانة فهل فعلاً وقعت معركة الزلاقة يوم الاثنين زي ما كتب ألفنسو في الرسالة ولا الرسالة كانت مجرد خدعة ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله ومع نهاية حلقتنا حابب أسألكم سؤال كم عمر يوسف ابن تشفين لما خرج بجيشه إلى الأندلس اكتبوا إجاباتكم تحت في التعليقات والتعليق اللي هيجاوب صح هنزله في الحلقة الجاية إن شاء الله أما الحلقة دي فهسيب لكم المصادر بتاعتها تحت في الوصف ياريت لو عجبكم الفيديو اعملوله لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الإشعارات الجديدة من قناة التاريخ الجامع أشوفكم على خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر